عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعار إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء تسلسل حديثي ووصل إلى البعد الغيبي للزمان هذا كله كان في الحلقة الماضية وعرفت لكم الزمان بحسب ما استنتجه من ثقافة العترة الطاهرة من أن الزمان وعاء للمكان يمكنني أن أقرب الفكرة بتعبير آخر من أن الزمان هو ما وراء المكان هو ما وراء المكان هذا هو الزمان وعاء المكان هذا الزمان له مراتب المرتبة الأولى مرتبة الزمن المحسوس وهو على نوعين الزمن الوجدان الذي نستشعره بوجداننا والزمن الحدثان والذي نستشعره من خلال الوقائع والأحداث التي تحدث في نفوسنا أو أنها تحدث في الخارج تحدث في نفوسنا مثل ما نتغير من زمن الطفولة إلى زمن الفتوة إلى زمن الشباب وهكذا أما في الواقع فكل المجريات التي تجري من حولنا في ليلنا ونهارنا في شهورنا وسنيننا في الأجيال التي مرت وفي أجيالنا هذا هو الزمان الحدثاني المرتبة الثانية الزمن المدروس ما يقع تحت طائلة الدرس ما يكون قيداً للدرس بحيث يستطيع الإنسان أن يسلط نظره في المراقبة والبحث والتعلم والتعليم في شؤون ذلك الزمان الزمن المدروس هو الآخر على نوعه الزمن الفلكي الحركي الناشئ من حركة الأفلاك تارة بملاحظة الأرض وأخرى بملاحظة المجموعة الشمسية التي هي مجموعتنا الشمسية وأخرى بملاحظة مجرتنا إنها مجرة درب التبانة هكذا يصطلحون عليها وتارة بملاحظة الكون المرئي أما الكون غير المرئي فهو موجود لكن الإنسان لم يستطع أن يصل إليه عبر وسائل بحثه ومراقبته ومتابعته النوع الثاني هو الزمن الاعتباري وهو الزمن المقاس الذي تعتبره الحكومات والدول والناس في حياتها مثل ما نقول مثلاً من أن هذا البرنامج يكون بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف في الساعة التاسعة مساء وبحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن في الساعة السادسة مساء ففي لندن في السادسة وفي النجف في التاسعة هذا هو الزمان الاعتباري اعتبره الإنسان ضمن القدرة العقلية والعقلائية عند الإنسان في اعتبار المفاهيم وفي اعتبار المقادير وكل هذا يقوم به الإنسان لأجل منافعه ولأجل أن يدرك تلك الأمور التي يعتبرها من جهة ولأجل أن ينتفع منها في شؤون حياته اليومية فهذا هو المراد من الزمن الاعتباري هو الزمن المقاس الذي يقاس بآلات قياس الزمن إذن مر علينا الزمن المحسوس بنوعيه والزمن المدروس من نوعيه المرتبة الثالثة من مراتب الزمن الزمن الوسيع الزمن الوسيع يشتمل على نوعين النوع الأول الزمن الوجودي ما المراد من الزمن الوجودي نحن عندنا في هذا الوجود في هذا التكوين عندنا للأشياء مظاهر وهذه المظاهر لها تجليات وهذه التجليات يمكننا نظريا نظريا يمكننا نظريا ونظريا محضا أن نقسمها إلى آنات هذه الآنات أقصى ما يستطيع العقل أن يدرك من التجزي أنا لا أتحدث هنا عن تجزيئة هندسية أو عن تجزيئة رياضية التجزيئة الهندسية والتجزيئة الرياضية تجزيئة فيزيائية وأنا هنا لا أتحدث في عالم الفيزيئ وإنما أتحدث في عالم ما وراء الفيزيئ فزيك ميتافيزيك فزيك هو الطبيعي في عالم الفيزيئ وميتافيزيك ما وراء الفيزياء هذه المصطلحات التي تذكر في كتب الفلاسفة حينما يتحدثون عن الصور الفيزيقية وعن الصور الميتافيزيقية الصور الفيزيقية الكلمة في أصلها فزيك الصور الميتافيزيقية الكلمة في أصلها ميتافيزيك فأنا أتحدث في ما وراء الفيزياء هنا في الزمن المحسوس وفي الزمن المدروس كنت أتحدث في عالم الفيزياء لكنني حينما وصلت إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الزمن الوسيع إنني أتحدث في ما وراء الفيزياء أقرب لكم الفكرة بمثال فيزيائي فماذا أصنع وإن كانت الأمثلة الفيزيائية تبعد كثيرا وكثيرا لكن المتوفر بين أيدينا هو هذا حينما نشاهد فيلما سينمائيا يبث على شاشة السينما على شاشة التلفزيون بالنتيجة يبث في أي مكان حينما نشاهد فيلما سينمائيا وخصوصا حينما نركز النظر على مشهد متحرك من المشاهد التي تعرض على شاشة السينما أو على شاشة التلفزيون إذا أردنا أن نبحث في باطن هذا المشهد لنفترض أن شخصا يجري في الشارع أو أن امرأة تلاعب طفلها أو أن شابا يجلس في المطعم يتناول طعامه ما هذه مشاهد متحركة أو أن طائرة تطير في الجو إلى غير ذلك هذه مشاهد متحركة كيف تكون هذه الحركة لا توجد طائرة حقيقية في صالة السينما هناك شاشة شاشة بيضاء على الجدار ولا لا شيء وراء هذه الشاشة ماكنة السينما تبعث حزمة ضوء إلى هذه الشاشة فنرى الفيلم السينما ونرى المشاهد المتحركة هذا المشهد المتحرك كيف يتحقق إذا ما ذهبنا إلى ماكنة السينما سنجد هناك شريطا سينمائيا على هذا الشريط صور المشاهد التي تعرض على الشاشة لو دققنا النظر فإن كل حركة رأيناها على شاشة السينما تتألف من مجموعة لقطات إذا نظرنا إليها من أول وهلة فكأن اللقطات متطابقة لكننا إذا ما دققنا النظر هناك اختلاف في هذه اللقطات حينما تتحرك بكرة الفيلم وتضبط الحركة بقياس معين فحينما تشتغل الماكنة السينمائية العارضة هذه اللقطات بسبب الحركة المدروسة فيزيائيا في ماكنة السينما تمتزج فيما بينها وتشكل لنا صورة واحدة وهي في الحقيقة مجموعة صور فهذه الصورة التي نراها على الشاشة نراها صورة واحدة نرا رجلا مثلا رفع يده هكذا إذا دققنا النظر في الشريط السينمائي أنا أحدثكم عن طريقة التصوير القديمة الآن التصوير الألكتروني اختلف عن الطريقة القديمة لكن لكن في مخزن المعلومات هناك لقطات متعددة في مخزن المعلومات تحدثوا عن التصوير السينمائي هناك لقطات متعددة في مخزن المعلومات على أي حال أعود إلى المثال الذي كنت بصدده فهذه اللقطة المتحركة التي نراها على الشاشة هي في الحقيقة تتألف من عدة لقطات متشابهة ليست إلى درجة مئة بالمئة هناك تشابه بين هذه اللقطات فحينما يتحرك شريط الفيلم تتداخل هذه اللقطات فيما بينها كي تشكل لنا صورة واحدة وهي في الحقيقة مجموعة صور الأفلام القديمة كأفلام شارل شابلن الأفلام الأفلام القديمة كانت سريعة الحركة أتعلمون لماذا؟ لأن التصوير السينمائي لم يكن بمستوى التصوير السينمائي الذي صارت معه الأفلام السينمائية حينما تعرض نشاهد حركة طبيعية ما هو السبب؟ الأفلام القديمة كان عدد الصور فيها قليلا ولهذا تكون الحركة مطربة حينما تطور التصوير السينمائي وأخذت الكاميرات تصور عددا كافيا من اللقطات فحينما تمتزج هذه اللقطات فيما بينها تكون الحركة طبيعية مستقرة بينما في الأفلام القديمة تجدون أن حركة الممثلين غير طبيعية هناك سرعة في الحركة هناك اضطراب في حركتهم بسبب قلة عدد اللقطات التي كانت الكاميرات تصورها في ذلك الوقت إذن هذا المشهد الذي نراه بصورة واحدة هو في الحقيقة يتألف من مجموعة لقطات من مجموعة صور امتزجت فيما بينها فشكلت لنا هذه الصورة والأمر هو هو مع الأفلام الكارتونية فإن الرسامين يرسمون لكل حركة عددا من الصور بحسب الحركة التي يريدون إخراجها وبعد ذلك تصور تلك الرسمات وفي حركة سينمائية هندسية تمتزج تلك الرسمات فنشاهد أفلام الكارتون تتحرك وكأنها كائنات حية مثال حسي فيزيائي من واقع الحياة والأمثلة الفيزيائية تبعد إذا كان الكلام عن شيء هو وراء الفيزياء أنا أمامكم وأنتم كذلك كل واحد منكم أمام الآخر هذا الذي تشاهدونه لا أتحدث عن التلفزيون وعن البث التلفزيوني حينما تشاهدون إنسانا حينما تشاهدون حيوانا حينما تشاهدون نباتا حينما تشاهدون حجرا جمادا هذا الذي نشاهده في عالم الحقيقة ما هو بشيء منجمد مادي ثابت هذه هذه مجموعة تجليات لكنها تتجسد بهذه الصورة الكلام هو هو ينطبق على الماديات وعلى المعنويات هناك هناك تجل بعده تجل نحن لا نستشعره لكننا إذا أردنا أن نتعمق في دراسة المعارف الغيبية في ثقافة العترة الطاهرة سنتلمس هذه الحقيقة الواضحة نحن مظاهر وهذه المظاهر لها حقائق نحن إنعكاس لحقائق لو كنا لو كنا حقائق لما تحركنا باتجاه نهاية الدنيا لكننا مظاهر لحقائق وهذه المظاهر تتعلف من تجليات وهذه التجليات إذا أردنا أن نجد لها أجزاء فأجزاؤها الآنات الآنات جمع لآن الآن هل له تعريف فيزيائي في هذا الجو في هذا الأفق لا أتحدث عن اللغة ليس للآن من تعريف فيزيائي إنه أصغر جزء يستطيع العقل أن يدركه إذا ما تعمق في حقائق الأشياء أئمتنا أخبرونا من أن سورة التوحيد مثلاً أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان وآخر الزمان بدأ منذ ولادة إمام زماننا لأن الأحاديث أخبرتنا من أن ولادته تكون في آخر الزمان فمنذ ولادة إمام زماننا ونحن قد دخلنا في آخر الزمان نحن الآن في آخر الزمان بل قد مضى من آخر الزمان كثير من الوقت منذ ولادة إمام زماننا صلوات الله عليه فسورة التوحيد وآيات أخرى في الكتاب الكريم أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان فإذا أردنا أن نتعمق في دراسة الأشياء وفي دراسة الحقائق وفقا لمعارف العترة الطاهرة نحن في دعاء السحر مثلا الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان حينما نقرأ اللهم اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله من جمالك بأجمله قطعا قطعا الدعاء لا يتحدث عن الذات الإلهية الأولى عن الأول الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته لماذا؟ لأن الدعاء يتحدث هنا عن مراتب هذه مراتب في الجمال الذات الإلهية لست فيها مراتب لا يمكن أن نتصور أن الذات الإلهية الأولى فيها مراتب مثل ما يصطلح الفلاسفة على الذات الإلهية من أنها ذات بسيطة ليس هناك من مراتب لن نستطيع أن نتصور الذات الإلهية تشتمل على مراتب لأنها ستكون مركبة والمركب يحتاج في تحققه إلى اجتماع أجزائه وسبحانه وتعالى غني عن كل شيء لن نستطيع أن نتصور الذات الإلهية بهذا التصور هذا الدعاء يتحدث عن أبهى البهاء أجمل الجمال أجل الجلال أعظم العظم أنور النور إلى بقية ما جاء في هذا الدعاء الشريف هذه مراتب هذه المراتب هي تجليات الحقيقة المحمدية حتى الحقيقة المحمدية ذاتا ليست لها مراتب وإلا لما تحدث عنها دعاء ليلة المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته هذا اسم مخلوق فاستقر في ظلك لن يستقر في ظل الله إذا كان مركبا الحقيقة المحمدية وهي الاسم الأعظم 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 حقيقة بسيطة لن تكون مركبة هي أجمل الجمال فحينما نقول في دعاء السحر اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله اللهم إني أسألك من جمالك المتجلي هذا هو جمال الله المتجلي بأجمله أجمل ما تجلى في الحقيقة المحمدية وهذه مرتبة واحدة اللهم إني أسألك بجمالك كل هذا الجمال المنبسط على الأشياء عبر تجليات الحقيقة المحمدية وهنا تتشعب مراتبه بحسب اختلاف مراتب الأشياء التي أشرقت من فيض الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية التي هي الاسم الأعظم 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 حقيقة بسيطة ومن هنا استقرت في ظله في ظل الذات الأولى فلا يخرج منك إلى غيرك وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لن يقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من دعاء ليلة المبعث وهذا المضمون يتكرر في الأدعية هذا مثال أنموذج من الأدعية قرأت منهما قرأت عليكم فحينما نتحدث عن أجمل الجمال وعن أجل الجلال هذه مراتب هذا الدعاء بكله لا علاقة له بالذات الإلهية إلا حينما نقول اللهم إني أسألك من بهائك من بهائك المتجلي أين تجلى تجلى بنحو مباشر في الحقيقة المحمدية في الإسم الأعظم 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 الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ثم تجلت الحقيقة المحمدية فيما أشرق منها من الخلائق على اختلاف صنوفها فهنا تجلى الجمال الإلهي عبر الوسائط عبر الواسطة عبر الحقيقة المحمدية ومن هنا فإن الله خلق المشيئة بنفسها من دون وسائط ثم خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة هي الاسم الأعظم 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 إنها الحقيقة المحمدية العظم فإن الله أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة المضامين هي هي أعود إلى الزمن الوسيع المرتبة الثالثة من مراتب الزمن النوع الأول الزمن الوجودي وهو الزمن الذي يكون في مظاهر الأشياء التي هي عبارة عن مجموعة من التجليات التي لا تتكرر مجموعة من التجليات التي لا تتكرر أقرب لكم الفكرة بمثال حسي آخر والأمثلة الحسية تبعد الحقائق لكن هذا هو الذي بين أيدينا حينما يجلس الجالس على شاطئ نهر والماء يجري الأمواج متساوية إذا ما ركز نظره على مكان فكأن صورة ثابتة وإن كان الماء يجري لأنها هي هي الأمواج هي هي الماء هو هو فإذا ما قطع نظره عن النهر بكامله وقطع نظره عن كل شيء حوله وركز متأملا في جزء من النهر وحيث الأمواج تتحرك فإنه يرى مشهدا واحدا وكأن الأمواج تتكرر بنفسها لكنها حينما تذهب لا تعود هذه القاعدة التي يتحدث عنها العرفانيون يتحدث عنها الحكماء يتحدث عنها الفلاسفة الإلهيون المتذوقون للتذوق الفلسفي الإلهي قولوا ما شئتم حينما يقولون لا تكرار في التجلي ليس هناك من تكرار في التجلي هذه الموجة تذهب ولا تعود لكن موجة أخرى تأتي كأنها تلك الموجة وما هي بتلك الموجة وهذا الأمر يجري بنفسه في الموجات الكهربائية مثلا الموجات الضوئية مثلا الموجات الصوتية مثلا وكل هذا أمثلة حسية الأمثلة الحسية قد تقرب من وجه لكنها قطعا تبعد من وجوه كثيرة خصوصا إذا كان الكلام في مثل هذه المطالب التي تحتاج إلى عمق ودقة في فهمها فنحن مظاهر لحقائق وهذه المظاهر هي عبارة عن تجليات فأنا في هذا الآن ولا أستطيع أن أشير إليه بهذا لأنني لا أستطيع أن أشخصه فيزيائيا ولكن هذا هو الذي تستطيع اللغة أن تقوم به فأنا في هذا الآن إذا جعلت له رقما الآن رقم واحد والآن رقم اثنان فأنا في الآن الأول لست أنا في الآن الثاني من حيث التجليات وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ليس هناك من قدرة على عد التجليات في كل الأشياء في كل الأشياء فليس هناك من عد لهذه التجليات نحن مظاهر لحقائق وهذه المظاهر عبارة عن مجموعة من التجليات وهذه التجليات إذا أردنا أن نجزئها فإننا نجزئها اصطلاحا إلى آنات أقصى ما يستطيع العقل البشري أن يتصور ذلك وهذه المعارف هي بحدود تصورنا بالضبط مثل ما تخبرنا الروايات الشريفة من أن النملة تعتقد أن لربها سلاميتين شعرتين لأن النملة تعتمد اعتمادا أساسيا على الشعرتين التي في رأسها تجد أن كمالها في هاتين الشعرتين فهي النملة كما يخبرنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه تعتقد أن لربها شعرتين لأن النملة تتحسس كل شيء حولها بهاتين الشعرتين وتتواصل مع باقي النمل من خلال هاتين الشعرتين وتصل إلى طعامها منافع حياتها تتوقف على هاتين الشعرتين في رأسها فترى أن كمالها بهاتين الشعرتين فلابد أن ربها الذي هو كامل لابد أن يمتلك شعرتين كهاتين الشعرتين في رأسها معرفتنا عن الله بحسبنا كمعرفة النملة بحسبها فنحن نعرف الله بحسبنا لذا فإننا نقرأ في مناجاتي العارفين وهي مروية عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك هذا غاية ما نصل إلي نعجز عن معرفته فقد عرفنا وهل هذه معرفة نعم هذه معرفة بحسبنا مثلما النملة تعرف ربها بحسبها وهكذا كل الكائنات إذن ما هي معرفتنا لربنا هي العجز عن معرفته ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك فبما أننا عاجزون عن معرفته وجهنا وجهنا إلى جهة أو جدها لنا وجهنا إلى الباب الذي لا يؤتى الله إلا منه وجهنا إلى العروة الوثقة التي لم فصام لها وجهنا إلى إمام زماننا ونحن أيضا لا ندرك كنها إمام زماننا معرفتنا به أيضا العجز عن معرفته صلوات الله عليه لكنه جعل فيما بيننا وبينه رابطة ولايتنا ولايتنا لإمام زماننا هي التي تربطنا بإمام زماننا مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذ من خذل ولايتنا لإمام زماننا هي هذه التي توصلنا إلى الله من والاكم يا آل محمد من والاك يا بقية الله فقد والى الله نحن لا نعرف الله ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك العبائر الأولى في المناجات جميلة جدا إلهي إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وماذا تستطيع الألسن أن تقول إذا كانت العقول عاجزة الألسن تتحرك بأمر العقول كما يقول الشاعر جعل اللسان على الفؤاد دليلا اللسان كاشف عن الذي في الفؤاد الذي يحرك اللسان العقل والقلب والوجدان إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجشك السبحات والهالات الإشراقات وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك هذه معرفتي لله إنني عاجز عن معرفته إذن ماذا أصنع مع الله لا أستطيع أن أصنع شيئا هو الذي يصنع معي فتح لي بابا جعل لي سببا تجلى لي بوجهه في إمام هو الحجة بن الحسن أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء أين باب الله الذي منه يؤتى مضمون زيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل من أراد الله سادتي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم المطالب يفتح بعضها على بعض وأنا لا أريد أن أتوغل كثيرا لأن وقت الحلقة يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب ولا أعتقد أن الوقت سيكفيني لطرحها في هذه الحلقة لكنني أنا وأنتم والوقت إذن المرتبة الثالثة من مراتب الزمن الزمن الوسيع النوع الأول الزمن الوجودي إنها الآنات التي هي أجزاء التجليات التجليات التي هي أجزاء المظاهر هذه المظاهر التي هي في عالمنا في عالم الشهادة والتي حقائقها في عالم الغيب الإنسان له حقيقة أو ليس له حقيقة وهكذا كل شيء وهكذا كل شيء النبات له حقيقة أو ليست له حقيقة حقيقة أنا حقيقة الإنسان أنا حقيقة الإنسان لا تتغير في جوهرها فحقيقة الإنسان لا تمر بمرحلة الطفولة الطفولة طارئ ولا تمر بمرحلة الشباب ولا تمر بمرحلة الشيخوخة والهرام حقيقة الإنسان ثابتة وحقائق الأشياء ثابتة هي جواهرها الأصلية وهذه المظاهر التي هي جماع للتجليات التي تجزأ إلى آنات حينما نقرأ في دعاء السحر اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها إذا أردنا أن نأخذ المعنى اللغوية مثالا الكلمة تتعلف من حروف والحروف هي أصوات والأصوات هي موجات تتعلف من ذبذبات وهكذا اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها قطعا المراد من الكلمات الأتم هنا ومن الكلمة الأتم 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 المراد من الكلمة الأتم الحقيقة المحمدية هذه كلمات الخلق وكلمات الإبداع وكلمات الفيض السبحاني اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها هذا هو المراد من قول الزمان الوجودي إلا أن الزمان الوجودية هو زمان التجليات والآنات أما زمان المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة فذاك هو الزمان الغيبي لكن المعاني فيها شيء من التداخل لأنني لا أمتلك أمثلة غير الأمثلة الحسية الأمثلة الحسية تطرني إلى أن أتحدث عن هذه المعاني بشكل متداخل المرتبة الثالثة الزمن الوسيع وهو على نوعين الزمن الوجودي أولا والزمن الغيبي ثانيا الزمن الوجودي هو زمن التجليات والآنات في مظاهرنا في عالم طبيعة أما مظاهرنا في العوالم الأخرى المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة فالزمن هناك هو الزمن الغيبي سأضرب لكم مثالا وقد لا تكفي الحلقة لشرح هذا المثال وسأضطر لأن أترك جانبا من الحديث إلى حلقة يوم غد لذا أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة وأن ترابطوا بين مضامين هذه الحلقة ومضامين حلقة يوم غد المثال الذي أريد أن أضربه لكم بخصوص الزمان الغيبي ليلة القدر ليلة القدر في ضوء هذا الفهم للبعد الغيبي للزمن وبحسب المراتب التي تحدثت عنها هناك زمن محسوس يتنوع إلى زمن وجداني وزمن حدثاني وهناك الزمن المدروس يتنوع إلى نوعين إلى الزمن الفلكي الحركي وإلى الزمن الاعتباري الزمن المقاس بآلات القياس ثم يأتي الزمن الوسيع وهو يتنوع على زمنين الزمن الوجودي وهو زمان المظاهر في عالم الشهادة حينما تتكون من تجليات والتجليات تقسم إلى آنات ويأتينا الزمن الغيبي وهو زمن المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة وهنا سأضرب لكم مثالا في سورة القدر لكن بعد أن أحدثكم بنحو موجز عن المرتبة الرابعة من الزمن إنه الزمن الأعظم الزمن الحقيقي كل مراتب الزمن التي حدثتكم عنها تجليات لهذا الزمن الأعظم حينما يقول أئمتنا نحن الأيام هذه الكلمة يمكننا أن نفهمها وفقا للزمن المحسوس فإن الأيام موجودة في الزمن المحسوس ويمكننا أن نفهمها وفقا للزمن المدروس فإن الأيام موجودة في الزمن المدروس ويمكننا أن نفهمها وفقا للزمن الوسيع فإن الأيام موجودة في الزمن الوسيع وفي كل الأنواع التي تم الحديث عنها كل ذلك تجليات ظهورات للأيام الحقيقية التي هي أيام في المرتبة الرابعة من مراتب الزمن إنها مرتبة الزمن الأعظم الزمن الحقيقي إنه الزمن المحمدي الذي يتحدث عنه دعاء ليلة المبعث ماذا نقرأ في أول الدعاء اللهم إني أسألك بالتجل الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم في الليلة السابعة والعشرين من شهر رجل لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل الدنيوية لهذا المعنى وإنما حديثي عن الزمن المحمدي عن الزمن الأعظم فما كان في البعثة الأرضية هو من تجليات ذلك الزمن الأعظم ومر الحديث عن الزمن المحسوس وعن الزمن المدروس فإن البعثة الدنيوية تدخل تحت هذه العناوين اللهم إني أسألك بالتجل الأعظم هذا هو الزمن الأعظم إنه الزمن المحمدي الأعظم حينما نخاطبهم من أنهم أوقات صلاتنا محمد وآل محمد هذا بحسب الزمن المحسوس لكنه من تجليات الزمن الأعظم هذا في زياراتهم نخاطبهم بأنهم أوقات صلاتنا صلوات الله عليه هم صلاتنا وهم أوقات صلاتنا وهم 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 الكلام عنهم لا ينتهي لا يتوقع هذه المعاني تجليات للمعنى الأصل للمعنى الحقيقي إنه الزمن الحقيقي الزمن المحمدي الزمن الأعظم هو هذا اللهم إني أسألك بالتجل الأعظم حساب السنين حساب الشهور في عالم الدنيا تجليات من هناك من هناك فإن القرآن يعد النسيء زيادة في الكفر إنه عبث عبث في التجليات زيادة زيادة في الكفر عبث في الشؤون الإلهية لكنها شؤون تتناسب مع عالم الطبيعة وهذا هو الذي قلته لكم نحن مظاهر هذه مظاهر الحقائق هناك الحقائق في الوطن الأصل وحب الوطن من الإيمان الوطن الحقيقة المحمدية وطن هذه المظاهر الكون سائر إليها وما الدنيا حتى بظهورها المهدوي وبرجعتها العظيمة وبالدولة العظمى في آخرها كل هذا خطوات باتجاه الآخرة وما الآخرة إلا مجاورة في فناء الحقيقة المحمدية ما الآخرة إلا مجاورة في فنائها وجوارها فهم الأول وهم الآخر هذا المعنى ينطبق عليهم في الدنيا بحسب الزمن المحسوس والزمن المدروس وهذا مظهر من مظاهر هذا المضمون من أنهم الأول والآخر من أنهم الظاهر والباطن في نهاية مسيرة حقائق الأشياء وحيث تنتهي إلى قبلتها الأولى إلى أم الكتاب إلى هناك إلى الحقيقة الجامعة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في إمام مبين بحسب الزمن المحسوس والمدروس في الحجة بن الحسن العسكري ولكن بحسب الزمن المحمدي الأعظم الكلام ينتقل إلى هناك وهذا هو التجل الأعظم اللهم إني أسألك بالتجل الأعظم الدعاء بيّن لنا جانبا من وجوه هذا التجل التجل الأعظم حينما تجل الله في الحقيقة المحمدية مثلما أقف أنا أمام المرآة وتتجل صورتي في المرآة خلق المشيئة بنفسها من دون وسائط ولذا تجل فيها تجل الله في المشيئة التي هي الحقيقة المحمدية وهذه الكلمات تقرب لنا مضمون التجل هذا بألفاظ تتناسب مع عقلنا هذه الألفاظ لا تعكس الحقيقة هذه الألفاظ تقرب المعنى بالضبط مثل ما نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الزخرف إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الكلام هنا أيضاً إِنَّا جَعَلْنَاهُ كَلَامًا عَرَبِيًا في دعاء المبعث هذا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّ لِلتَّوَقُعِ وَتَرَجِّي ليس هناك من ضمان على أن فهمنا يكون فهماً صحيحاً إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّا يَعُودُ الْقُرْآنُ فيُخْبِرُنَا من أننا لا ندرك تأويله علينا أن نعود إلى محمد وأهل محمد وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا مع أنه قد جُعِلَ بهذا الجعل ولكن القرآن إذا أردنا أن نصل إلى ثماره لابد أن نذهب إلى الذين يملكون مفاتيح خزائنه إمامنا السجاد يقول عن آيات القرآن من أنها خزائن هذه خزائن مغلقة وعلينا أن نفتحها بماذا نفتحها؟ الباقر أرشدنا عبر زرارة الرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول وفي الجزء الثاني أيضا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هذا هو المفتاح ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء وهذا المفتاح أيضا سيقودنا إلى باب الأشياء وأنا أحدثكم هنا عن الأشياء حديثنا من أوله إلى آخره عن الأشياء إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لكنه في الحقيقة ليس كذلك وإنه هذا القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حقيقة أخرى قلت لكم نحن نتحرك في وجودنا باتجاه أم الكتاب باتجاه الوطن الذي حبه من الإيمان هناك الوطن الحقيقي هذه الدنيا تراب ينتهي كل شيء فيها سينتهي سيتلاشى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا هو أمير المؤمنين في الروايات في الزيارات في الأدعية هذا علي إذا كنتم تبحثون عن علي هنا علي هنا علي ليس في النجف ما في النجف آثاره علي هنا هنا وإنه في أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم علي هنا لا أتحدث عن المصحف المصحف من آثاره من آثار علي وإنما المصحف ذكر لنا عنوان علي إذا أردنا أن نبحث عنه في أي مكان هو هنا هذا عنوان علي فعلي ليس في النجف وعلي ليس في المصحف وعلي ليس في قلوبنا الذي في قلوبنا آثاره والذي في المصحف آثاره والذي في النجف آثاره علي هو روح محمد ومحمد هو روح علي إنها الحقيقة المحمدية العظمى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم تلاحظون أن الآيات والروايات والزيارات والمناجيات والأدعية الشريفة تتعاضد وتتسق وتتناسق بطريقة عجيبة بطريقة عجيبة وصدقوني لو بقيت أستمر في الحديث وأنا أشير إلى الآيات والروايات والأدعية والزيارات مهما طال الوقت ستجدون أن الترابط يكون أشد وأقوى وأن صورة ستتسع وتتسع لكنها تتضح وتتضح وتتضح تلك هي منظومة منظومة معارف العترة الطاهرة التي لا علاقة للمذهب الطوسي القذر أتحدث عن مذهب حوزة النجف وكربلاء لا علاقة لهذا المذهب القذر بها قصلاً لا يعرفونها ولا يعرفون مصادرها ومنابعها ولا يستطيعون أن يتذوقوا حلاوة عمقها سألوهم ما هم موجودون المعممين ما شاء الله المعممون عندنا أكثر من الزبل بالمدن الشيعية العراقية أكثر من الزبل روحوا سألوهم وشوفوا شوفوا هالمطايش يقولون روحوا سألوهم القرآن موجودون عندكم والأدعية وزيارات موجودة عندكم روحوا سألوه البغال والحمير اللي يضحكون عليكم روحوا سألوهم وقارنوا بين هذه الحقائق التي هي معارف أهل البيت والتي تناقض المذهب الطوسي الذي أنتم عليه فهل تريدون أن تبقوا على هذا المذهب أم تريدون أن تغادروا هذا المذهب القذر سأحدثكم سأحدثكم في الحلقات القادمة عن هذا المذهب الطوسي وعن قذارته ووسخه وسأضع الحقائق بأيديكم والأمر راجع إليكم ولا أبالي لا أبالي بمن يوافقني ولا أبالي بمن يخالفني هذه وظيفتي أؤدي وظيفتي وأقول لكم بعد هذا في أمان الله نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر